بس أكيد في المقابل للأولاد لما بيتعلموا التعليم المنزلي ده بيفقدوا معارض كتيرة جدا جدا مهمة في الحياة كانوا مفروض يتعلموها ولابد أن هم هتعلموها بالاحتجاك مع زملائهم وكان ممكن ما بدل ما تعزلهم توعيهم عشان يحافظوا على نفسهم وفي نفس الوقت تخليهم يعيشوا الحياة ويقرفوا ويجربوا ويعيشوا الأخلاق والأخلاق فيها تختبار والأخلاق دي ربنا ما خلقهاش عشان نعيش بها في الكهوف أو نعيش فيها في معامل ربنا جعل الأخلاق دي عشان نعيش بها مع الناس وعشان كده اللي بيصبر على الذي يعاشر الناس ويصبر على أزاهم خيرهم من من يعتزل الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت تظهر أخلاقه الرائعة في وسط مشرك القريش وعشان كده هو بقى إيه اللي بيحصل لازم يعيشوا ويتعلموا إزاي يعيشوا حتى من اللي حواليهم حتى لو حواليهم بيعملوا أشياء مش مناسبة هم لازم يتعلموا إزاي يتجنبوهم وما يحتقرهمش للمسلم أخو المسلم لا يحقروا الشكل الرابع بقى وده شكل مهم جدا التخبية يعلموا يحاولوا يجنبوا أولادهم مشاكل بأنهم يخبوا عليهم فكتب من المربين يخبوا على أولادهم وخاصة الأحداث الصعبة خوفا عليهم من الصدمة زي لو طفل متعلق مثلا بجدته وهي توفت فيقولوله إن هي سفرت بدلا ما يقولوله إن هي النتيتة توفيت والنتيتة راحت لحياة تانية واسعة وجميلة يقول لها لا 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 دا هي سفرت وراحت بيت تاني وهو ممكن يقول لها هي راحت في بيت تاني وعيشة في حياة تانية والحياة تانية دي كميلة واحنا ممكن نبعط لها الهدايا وممكن نعمل كده يعيشوا أولادهم وأن الدعاء دا جزء الهدايا اللي هي ممكن تقباله ده ويتسمى البرزق ده حالة من حالات الحياة الأخرى اللي ممكن نعيشها بيها فالولد لما بيتخب عليه ومش بيفهم يعني إيه موت لكن بيتصور إن هو بعبع كبير وده اللي أكدت عليه كتير من الدراسات النفسية إن التخبير بتخلي الأولاد يتصوروا الموت ببشاعة وأهوال على غير حقيقة وعشان كده إحنا مثلا أنا في شغلي مع كريم النسب في مسألة الأسر البديلة والكافلة إيه بنعمل إيه بقى بنعمل بنكون مصرين جدا 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 على إن إحنا ما نخبش الحقيقة عن الأولاد ولازم نقول لهم سيناريو يخلي الأولاد ما يتصدموش بعد ما يندجوا ويوصلوا إلى سن مثلا المراهقة فلما يعرفوا الحقيقة تحصل لهم صدمة لأن وجدنا إن ده بيسبب عند الأولاد صدمة إنتوا بتتخولوش بتحصل إيه ويحصل أثر في غاية التدمير للولد وفي غاية التدمير للبنت وما بنقدرش نسيطر عليه لأنه خلاص وصل إلى حد إنه ما بقاش عنده إحساس بالانتماء لده ولا هو حاسس إن الناس دي اعتبرت نفسيته لها قيمة فما بيقدرش يعيش مع الناس دي ولا يتعامل معهم تعامل طبيعي بعد كده الشكل الخامس الخطأ اللي بنحنا بنرتكبه فعشان نجنب أولادنا البعد عن المواقف الصعبة والحياة الصعبة إنكر الألم بقى أو إنكر الضعف فلما ييجي الولد يحس بأنه تعبان أو يكون مثلا مش أفضل أحواله النفسية لفترة طويلة نفضل نقول له لا 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 أنت زي الفل ما تسمعش كأه أنت ما فيكش حاجة أنت بتدلع أو زي مثلا نقول له الراجل ما يعيطش ما تعملش زي البنات فيطلع الكلمة دي تطلع يوه من بيحب بيستاهي في البنات وبيحتقل البنات وفي نفس الوقت هو مش قادر يتعامل مع الحالة اللي هو فيها فيتعود على إنكر المشاعر المؤلمة ويكبتها فيتعب أكتر لأن إنكر الضعف بيربي بيربي الإنسان على الضعف إنكر الضعف بيربي الإنسان على الضعف والله سبحانه وتعالى جعل الضعف فينا أساس في بنيتنا وخلق الإنسان ضعيفة وليس معنى الضعف عن الهوان لكن الضعف ده يدعو الإنسان إلى أنه يسعى في الحياة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال وإن على فرق يا إبراهيم لمحزنون يعني حضرت النبي بيعلمنا إيه إن البوح إن البوح ده ده حاجة إيجابية ولذلك لما سألوا سألوا رسول الله عليه وسلم قال قالوا أتبكي يا رسول الله قال إنما هي رحمة إنما هي إيه رحمة لكن معلمناش إن احنا ننكر الكلام ده عشان الواحد فينا يدخل في تناقض ويدخل في بعض الأحيين إلى تمثيل فعشان كده حضرت النبي علمنا إن إحنا ما ننكرشي هذا الأمر ما ننكرشي الحزن والأسى عشان نبقى بنقدمين متزنين وطبيعيين لذلك عايز تحمي أولادك بحق وحقي وحيهم ومتعزلهمش عن الحياة واعلمهم حديث يا غلام إن أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصح فيطلع كده عودوا صلب طب نعمل إيه بقى نعمل ليه عشان نعلمهم إن الحياة واسعة أول حاجة لازم نعلمهم إن الحياة واسعة وملئة بالخير وده يغير لهم المفهوم اللي عندهم يبقى أول حاجة لازم نعملها عشان ما نخليش أولادنا نحمي أولادنا ونعلمهم إزاي يتعاملوا مع المزول في الصعبة ويكونوا متان لازم نعلمهم إن الحياة واسعة وأي شر مش نهاية العالم